صباح الخير والجمال عليكم وأهلاً بيكم معينا في برنامجنا صباح الجمال طبعاً الجمال حلم كل ست حتى لو كانت جميلة دايماً بتتمنى أن هي تكون أحلى وأحسن بكتير من شكلها الطبيعي فكنا عايزين النهاردة نتكلم عن أنواع البشرة عن شكل الميك أب الصبح وشكل الميك أب بالليل والله هتجاوبنا على كل الأسئلة دي ضفتي الجميلة أستاذة ناهد ندا أهلاً بيك يا حبيت عاملة إيه تنورتين النهاردة نحن عايزين ندخل في الموضوع على طول عشان إحنا عندنا أسئلة كتير جداً وعايزين نفيد المشاهدات الجميلات فكنت عايز أسألك بقى إزاي ست تقدر تحافظ على بشرتها بزداد في الحر اللي إحنا فيه دا دلوقتي شوفي اللي أقلك بالنسبة للست نحن حشبها بحاجة وحنحكي بعدين على هالشي هذا الست عاملة زي النبتة زي الوردة الزرعة لما بتسقيها عارفة بتفتح وبتنور وبيبرز جمالة إزا أحملتيها الزهرة هتموت أنا حشبه الست بالزهرة يعني وهي زهرة صح طب هي يعني إحنا عايزين نعرف إيه الروتين اللي المفروض ستت إن هي تحافظ بيها على بشرتها على حسب نوع كل بشرة يعني إحنا عندنا فيه بشارات يعني بيتبقى أصعب من بشارات تانية زي مثلا البشرة الدهنية أو الجافة شوفي نحن بالنسبة للبشارات عنا تقريبا بشارات كتير يعني بس نحن أكتر حاجة اللي بنعاني فيها أثناء الشغل هي البشرة الدهنية والبشرة الحساسة البشرة الدهنية هي من البشارات الحلوة كتير اللي بتخلي البشرة إلى لمعة تلمع بنفس الوقت إلى ميزة كتير حلوة طبعا السيت ما بتلاحظها هاي أو ممكن تبقى متضايقة من البشرة الدهنية بسبب إنه بيطلع بسور وبيطلع دهون بيعزب في الميكاب وبيعزبها هي حتى إذا عايزة بتعمل نفسها بتتعذب إذا ما عارفت مثلا شو راح تستخدم بس الميزة فيها البشرة الدهنية لقدام لما الواحدة شوية تتقدم في السن يعني بآخر ظهور التجاعيد يعني دي ميزة البشرة الدهنية طبعا فيه مسكات لازم نعملهم أي ست في البيت تقدر تعمل المسكات دي يعني ومن الحاجات تاعت البيت يعني مش هنكلفها تجيب حاجات من برة بدي إقلك مثلا هلأ عنا البشرة الدهنية والجافة والعادية والمختلطة والحساسة عارفة نبتدي بالبشرة الدهنية بالبشرة الدهنية لإن هي دي أكتر بشرة بالذات عندين هنا في مصر بتعذب وأنا ما كنتش عارف نهاية من أحسن البشرات آه من أحلى البشرات كل الناس بتشتكي من البشرة الدهنية هي بطلع لها هي أكتر بشرة فيها علشان بيطلع لها بصور المادة الدهنية فيها بتبقى كتير بيطلع بصور وبيعزب في الشغل أو هي بتبقى مداقة بيبقى فيها بصور كتير بس اذا حافظت عليها وعرفت ازاي تعتيني هي من البشرات الحلوة البشرات الدهنية طيب ممكن تقول لنا مصد كده قوتين من حاجات البيت برضو اللي ممكن سبت البيت تقدر تعملها بس في حاجة سهلة كتير يعني موجود في اي بيت الحليب البودر حليب بودر ناخد معلقة حليب بودر مع زيت اللوز مع عصير الليمون ومعلقة عسل تمام عصير الليمون بيخلي بيطفي البسور والحبوب الموجود يعني بيحاول انه يطفي الحاجات الموجودة على الوش البسور تمكن حداك تقول لهم تاني عشان لو حدا عايز يكتب يبقى عارفة المصد ده مخصوص للبشرات الدهنية حليب مجفف حليب بودر معلقة عسل معلقة زيت اللوز معلقة عصير الليمون نخلطهم مع بعض نحطهم على البشرة حوالي تقريبا ربع ساعة لغاية ما ينشف ومنشيله بالطونر مننظفه تمام طيب والله في البشرة الحساسة البشرة الحساسة دي بتبقى كتير صعبة يعني حتى مثلا بالشغل أو في الكريمات لازم يبقى حاجات طبية نستخدم الحاجات الطبية لأنه مش أي ميكوب أو أي كريم بينفع البشرة الحساسة تلاقيها دغري قفعت وحمرت وتحسست مزبوط صح طب حضرية بتفضلي الحاجات اللي هي الطبعية اللي بتتعامل من يعني ممكن تتعامل من حاجات البيت أو بتتجاب مثلا من عند العطار زي مثلا جل الصبار الحاجات دي أو بتفضلي أحسن الحاجات اللي هي بتبقى برندات معروفة أن هي بتعطي البشرة ان rural شوفي أنا enfضل براندات تبقى مثلا في حاجات وحاجات يعني مش كله مثلا طول ما أنه بدي أعمل سكراب واعمل مسكات الوش هدول يفضل من حاجات البيت يعني بس أعرف كل بشرة مثلا بشرت شو بناسبها مشان أعرف مو مثلا استخدم مثلا هلأ نحن كنا عم نحكي عن البشرة الظهنية استخدم مثلا البشرة الدونية للبشرة الحساسة لا الليمون هيعمل اتهاب للبشرة الحساسة لازم نعرف شو رح نستخدم مثلا البشرة الحساسة ممكن نستخدم لها حاجة بسيطة جدا وحاجة مفيدة وأكيد موجود يعني في البيت برضو عسل مع أفكاته وشوية زبادي نخلطهم مع بعض ونحطهم على البشرة هاي البشرة الحساسة رائعة طب بصي حضورك احنا ناخد فاصل وبعدين أستاذة ناهد هتعمل لنا لوك حلو كده هنشوف بعد الفاصل ان شاء الله هتعمل ايه على الموديل فاصل استنونا هنرجع لك تاني ورجعنا لك تاني بعد الفاصل معنا خبيرة التجميل أستاذة ناهد نادا ومعنا الموديل الجميلة منا بنرحب بك كنا عايزين بقى نكمل كلامنا عن المسكوت احنا كده نحن حكينا على البشرة الدونية والبشرة الحساسة فيه بشرتين كمان مهمين نحكي فيهم البشرة العادية والبشرة الجفة البشرة الجفة برضو الجفة دي برضو بتعمل مشاكل بتأشر البشرة برضو بتعزي بالفونديشن الميكوب صح اكتر مشكلة بتقولي بتبقى بتبقى محتاجة ترتيب زيادة مش كده برضو مثلا ممكن نعمل ماسك البيت ماس سهل جدا كأني عم تعملي عصير كوكتيل فتكري حالك نو عم تشربي ده البشرة ايه الجفة الجفة موز وزبادي وعسل نخلطهم مع بعض يعني بكمية بسيطة نخلطهم مع بعض في الخلطة او نهرسهم في الشوكة او حاجة ونحطهم برضو على البشرة ده كل يوم مثلا تقريبا نعط مثلا ثلاثة اربعة ايام بعدين ممكن مرتين في الاسبوع نعملهم تمام نجهز بشرتنا مثلا اذا عنا مناسبة عارفين حالنا حنطلع مثلا سوري او سهرة او اي حاجة نجهز بشرتنا قابليها بيومين ثلاثة بحيث لما تحطي الفونديشن ما يقشرش في البشرة تمام والبشرة العادية قلنا نحكي كمان على البشرة العادية دي برضو سهلة جدا عارفة يعني هي اصلا عادية يعني انه وغدها من كله بشرة عادية ممكن نستخدم البيت مع الزبادي بيته زبادي بس بس وشوية عسل شوية عسل معه وخلاص يعني بتخفيئيهم مع بعض وبتدهني على وشك تمام البشرة العادية طيب قبل ما نبدأ بقى فلوك الميكاب عايزين نعرف كمان يعني نسأل على الشعر هل الشعر برضو لو دهني مثلا ساعات فيه شعر بيبقى دهني جدا او يعني بيتغسل مثلا ممكن نفس اليوم تلاقيه على طول بقى طلع الزيوت بتاعته تكون الجلدة الشعر دهني عارفة دي برضو بتعمل مشاكل في الشعر طبعا لازم الكوافير مودي شعبان يكون معنا بوجه له تحية شعرنا يعني طبعا حدريك ممكن وانتي بتتكلمي نبدأ في الميكاب نبتدي بصي محنة هلأ عملنا لوك بسيط هو سموكي خفيف مش سموكي صريح سموكي هادي وش منا جهزنا قبل الحلقة حطينا البيزون حطينا الفونديشن وعملنا الكونتورين كله جاهزو حتى عملنا الالوان بس نحكي على الالوان الايشادول اللي عملنا ممضيه منا حطينا الالوان الجري شوي مع اللون البيتش واللون البينك شويه التلات الالوان دول عملناهم دمجناهم كويس في مشكلة نحن مثلا احيانا منلاقي الست لما بدا تحط ميكاب ممكن مش واخد القواعد بتاعت الدمج انا كنت عايزة سأل حضرتك بقى على اهم حاجة انا شايفها منها يعني لونها جميل وخمرية منها من البشرات ايوه الحلوه عارفه فيه بقى نيس الخمرية ايوه الصمرة يعني مش الصمرة الغمقه ولا الصمرة يعني الحمطية المدي على صمار بالضبط مدي اللون الفونديشن لازم يكون مناسب لبشرتها مثلا هي هلا لون البشرة تبعيتها اذا بدي احطلة لون فاتح عارفة مش حايزبط معها ابدا مزبط هو دا ستقالنا كنت عايزة اسألهولك بقى مهم جدا لان اللون الفونديشن دايما هو اللي بيبوز كل الميكاب لون الفونديشن لازم يكون نفس لون بشرتك او افتح بسنة سنة بسيطة قوي يعني ما يبقاش يعني ما يبقاش يعني ما يبقاش الوش مختلف لا ونحن مثلا اذا عايزين نعرف اي لون بيناسب بشرتنا الفونديشن نعمل عارفة نجيب الفونديشن ونحن عم نعمل تست طيب ممكن حدق يعني وإحنا بنكد او عشان الوقت بس نحن زي ما قلنا عملنا لوك بسيط لوك البسيط الهادي عشان هي سنها صغير بالضبط يعني الالوانات الصريحة الكتير مش مناسب لكل سن مضبوط لازم على طول نبقى لا هو ميكاب حلو جدا وفعلا مناسب لسنها ومبين ووشها وهادي مش عايزين الميكاب يعني كاسن وكاسوري يعني مش هيبقى سوري يعني هي مسلا ممكن تكون معزومة مش صاحبت المناسبة مضبوط لازم على طول تبقى ب اصلا بكل شي انه الاعتدال فيه حلو يعني ما يبقاش تكتري هو مش بالكترة صح كل واحدة ما سنشوف دويل بقى لبشرتها بالضبط كل واحدة تناسب مثلا تعرف الحاجات طب كان عندي سؤال برضو مهم جدا انت عارف ان الكنتور الناس دلوقتي على طول بقت بتستعمل الكنتور وفيه ناس بستعملوا غلط يعني ساعات بتشوفي حد مثلا وشه من قريب لقي الخطوط باينه والكنتور مش لايق خالص فهل الكنتور ضروري ان هو يتعمل ولا هو بيداري دفوهات معينة مثلا في الوش لو الوش مش محتاج مش محتاج كونتورينج مش كل وش مثلا احيانا فيه نحن هلا هون عملنا كونتورينج بس ما كترناش ما كترناش نحن مثلا عملنا الكونتورينج بس للانف وحاجة بسيطة عند الدقن بالضبط يعني مش هنكتر مش اي وش صح انا حتى من قريب مش شي يعني مش ملاحظة ان هو موجود فيه وجوه تبقى هي منحوطة هو الكونتورينج عشان ايه عشان تبرز الخدوط اذا فيه مثلا عيوب في الجبين بيبقى يعني عشان نخفي اللغة بالضبط وش مليان شوية مثلا ممكن تخليه بقى ارفع بالضبط طب بالنسبة لبقى الميك اوب اللي هو البنات الصغيرين اللي فستان منا كده لو هي هتخرج يعني انا ساعات بشوف بنات يعني خارجين الصبح بميك اوب مثلا صورية زي ده فالمفروض يبقى يعني الميك اوب المفروض البنوته مثلا تعمله لو هي اقل من عشرين سنة وهي خارجة بصي انا اصلا ميك اوب يعني بفضل يعني هو كل شي طبيعي اه يفضل يعني مصبول صحة كل شي طبيعي حلو يعني عارفة ممكن نحط لمسات خفيفة يعني انه كالسن مثلا واحدة فرحانة داخل الجامعة لسه جديد وصارت صبية وتلفت انتباه بس ممكن الحاجات البسيطة بس يعني حاجة يعني الفونديشن ده لا يفضل في النهار اعرفها على البشرة مش حلو مع اشعة الشمس هون في مصر ما شاء الله الشمس عندكم بالعلاعة طيب احنا كنا بقى عايزين نتكلم شوي عن الفستان الفستان طبعا ده تصميم فستان محمد نادا مصممنا للكبير محمد نادا قتيلي نادا الفستان ستان حرير الشغل هند ميت عارفة كله هند ميت يعني احنا معنا صور دلوقتي طبعا على الشاشة كلها من تصميم مصمم الازياء استاذ محمد نادا ارقام التواصل موجودة على الشاشة القتيلي عنوانه 103 شرع المرغاني مصر جديدة نوجه له تحية لاستاذنا طبعا من وجه له تحية وفاستان جميل جدا فعلا ومناسب كمان لسنها والشكل جسمع بالزبط فستان رقيق وبسيط يعني افتحي معنا الصور طبعا على الشاشة وارقام التليفونات طب كنت عايز اسألك بقى على مدة الوان انتعارف احنا دخلين على الشتة دلوقتي يعني استف خلاص بي خلاص فايه الوان الشتة اللي انت تفضل يعني معروف دايما في الشتة غوامي الوان غوامي عارفة مثلا ممكن نتجه الوان الغامقة عارفة يفضل في الشتة الوان الغامقة مثلا في الصيف نحن الاصفر والابيض والتركواز مثلا الوان دي مثلا لا يمشي صيفي شاتوي شوية مثلا ممكن خريفي كمان عارفة بس في الشتة يفضل الوان الغامقة طب بالنسبة لبقى رسمة العين اللي هي رسمة العين اللي لما بتكون سموكي دي بتمفع لأي وش مش اي عين مش اي عين حتترسي الوش لقدامك عشان تعرفي شو اللي بيناسب العين بتاعها تمام احنا كده خلاص الروج اخر حاجة سه طب بالنسبة لاختيار بقى شكل الرموش كمان يعني ساعات بيقفير يعني المفروض حتى لو ست هي اللي هتخرج مثلا هي اللي عاملة الميكاب لنفسها فالمفروض تختار الرموش على الاساس يعني هل في مقاييس معينة لازم تختار الرموش بيه على حسب شكل عينها اه طبعا بصي اذا بالنهار هي حتخرج بالنهار وتحط الرموش مثلا عندها رموش خفيفة وقد عايزة تزبط رموشها ممكن تحط الرموش البسيطة عشان ما يبقاش اوفر في النهار وحسب شكل العين رفتي مثلا اذا العين شوي مقفولة حط الرموش فيه رموش مجنحة بتبقى من الجناب طب ايه حضرتك في الرموش اللي هي بتبقى الدايمة المسلا بتقعد شهرة او بصي انا ما بفضله عارفاني بتقذي رموش هي مع الوقت عم تاخد الطبقة من الجلد بتأثر على تغذية الشعرية بتاعت الرموش برضو المادة اللازقة اللي فيها بتأثر برضو من فاش تتعامل اللي هي تتعامل وتتعايد على طول ممكن مرة كده تتعامل ومتبقاش على طول ايه مثلا انا حبت السيد اصلا هي لما تجربها مثلا مثلا حسب نوع شافت انه ناسبها ممكن تتكمل لا افتحي بوقت طب كنت عايزة اسأل حضرتك برضو على العرايس اه لما بيكون مثلا عندك عروسة وبتتفق معيك ان هي مثلا فرحة بعد وقت معين انتي بتفضلي ان انتي تبدأي معيها مثلا تقول لها مسكات تعملها روتين معين تعمله علشان يوم الفرح تبقي بشرتها مرتاحة وتريحك كمان وطلع الميكب بشكل حالو؟ اه بصي العروسة طبعا ليها اه وقتها لازم يكون مثلا قبليها نحضر العروسة بشرتها والمسكات بتاعت بشرتها وشعرها وجسمها وكله يعني ده بتبتدي قبليها فترة اسموعين ثلاثة ممكن شهر عارفاني تغذي بشرتها تعمل المسكات اه لازم نعم نحضرها يعني تقريبا قبل بشهر قبل بشهر قبل بشهر طب وهي هل بتعمل تستا على الميكب قبل الخرح؟ اه لازم نعمل لها عارفاني لانه في عرايس في عرايس بتتدخل يعني شلون؟ اه هي مسلا متعودة على لوك معين وانت عم تشتغل ليه بتعذبك بتقولك لا اصلا انت حطيلي اللون كذا طب ماشي بس انا شايفة يعني انه انا مسلا طب ممكن حريك بس يعني نحن 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 تقريبا حنحن نحن 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 ن ومش اوفر يعني هيك لما بطلع احيانا مثلا الناس حاطة ميكاب بتخافي بجد بتلاقي الفونديشن كذا طبقة وكتير اوفر يعني لا الاعتدال الهايليتر والكنتور يعني بيستعملوا ساعات بطريقة بتوحش اكتر ما بتحلي الشكل بالزبط هو الغاية من الميكاب البساطة والنعومة وتبرزي جمالك بس مش انه احط والله ميكاب وقلبة مثلا واحدة تانية لا انا مش هغير ملامحي عرفاني نجملها بس مش تغيير احنا للأسف وقتنا خلص معاكي بسرعة واكيد طبعا في اسئلة كتير قوي ان شاء الله نبقى في حلقات تانية نتكلم فيها ان شاء الله احنا بنشكرك جدا حضرتك نورتينا النهاردة ومرسي جدا علمكا في الحلوة ده انا عايزة بس تقف منها اذا عايزين نشكر طبعا مصمم الفستاني الجميل ده واستاذ محمد ندا وعايزين برضو نكرر ان العنوان القتليه 103 شارع المرغاني مصر الجديدة والارقام موجودة معنا على الشاشة الشعر مودي شعبان والشعر استاذ مودي شعبان بنوجه للتحية مرسي جدا لحضرتك مرسي يا رب انا سعيدة كتير شكرا ليكم وان شاء الله نقابلكو في حلقات تانية قوية استنونا صباح الجمال موسيقى